أنا في المساحة المريحة جداً حوالين الكاتب عادي الحمودة بناتو لاثنين سلمة ومي وزوج مي سراج أهلاً بيكو والحقيقة أنا عايزة أسأل عن بابا يعني خلاص إحنا بقلنا كتير بنتكلم عن الصحفي اللي أحياناً كنت أقول عليه ده صحفي مرعب ده ما بيهزرش ده بيضرب بس بابا بقى بابا اللي في البيت اللي عيش طول عمره في صراعاته في حواراته في شغله ومشغول كان عامل إزاي كان حنين كان متحدث كان مشغول طول الوقت كان محقمت رامي الموضوع على ماما لأنه مش فاضي لأنه مدمغه ومشغوله في حاجات كتير ولا كان متفاهمه كان بيتكلم وكان بيتابع طيب خلينا نتفق أنه كان مشغول أيوة نتضبطي كده نتوش جد لا بابا صراحة كان طول عمره هو متفاهم جد تكلمي معي تعرف تكلمي معي بس تلاقيه اوه إذا لقتي إذا لقتي بس لا هو زي ما اللي بقولك متفاهم يعني بياخده يدي ويعرف ياخدك ويوديكي ويعيش معيك القصة ويكلم وهيقنعك وانت مبسوطة أنت يعني هل فيه أوقات كنت عايزة تقنعي بحاجة هو مش موافق يعني عليها ودخلت مع بعض سجال وحوار انه انت عايزة تقنعه هو يقنعك ولا هو بيفرد عليكي رأيي بطريقته اللي فيها إقنع ولا لأ لا ما بيفردش على عارض بس هي كل حاجة عندنا مش مبدأ ان انا دخلة هو يقنعني وانا اقنعه ولا كده هو انا دخلة خد رأيه يعني ما فتحيني على حاجة جديدة او هو متفاهم او شايف انا عايز اقول ايه او عايز اعمل ايه طيب هو كان بقى بما انه مشغول ما يعرفش انت في سنة كام ولا كده لأ ابتDet ليلي انا واحنا صغرين انا ان era سلمك اللوة متفرج عن الماما في اي برنامج بوقت دايماりました يعني قالني لنا سنة السنة يعني هو عارف ان احنا فيرق سونتين عراس بس عمرها ماذتر او ايكو الترجع بقى متغازي قوي يا ماما انا عندي كم سنة تروي مش عارف كله الميلاد اللغير دروتسي وا same طيب ميانتوا متزهون بقى لكم سنتين ثلاثة تقريباً، ثلاثة ثانية أنا أريد أن أسمع من السراج لما جاءه يعني يتقدم لعيد الحمودة أولاً أنتم كنتوا شايفينه إزاي كأسرة يعني كبابا وماما وكده قالوا لك إيه؟ قالوا لك ليه يا بني؟ ولا قالوا لك آه؟ ولا قالوا لك إيه؟ بس يعني جير مجملت زي ما كده بناته باشا الله، ما جملهوش واحدة قالت لك هو مش عارف سدني والتاني قالت مش موجود لا أنا بدأت أدرس يعني بدأت أتخرج بقى عن برنامج كثير برامج وخايف زي ما تبتقولي طبعاً جده أي حد هيقابله دي حاجة تتخوف جده ميه؟ جده عادة جده ميه؟ هذا اللقب الجديد اللي أخذته بعد ما يمس في الصباية دي يا سلامتو هذا اللقب الشاع في البيت وفي العيلة وفي كلها يعني هو ما يقولش أنت يقول جده؟ لا مش حد يقول لا أخلص كله بقى جده دلوقتي وإنتو تقوله ما تقولش بقى في تقوله جده؟ يعني أنا تصير بقى الوقت يقوله جده خلص يعني أنت دخلت وقلت له زي الأفلام أنا عايزة أتقدم لبنتك؟ ولا دخلت وقلت له؟ ولا تكلمته عادي باعتبر أنه عارف وأنك أنت جاي ليه؟ طبعاً أتكلمته يعني أول حاجة قلت أنه جاي ليه؟ أول حاجة وما أنا بعمل إيه؟ يعني أنا شغلي وواحد وواحد أنت بشتعل في بنك وقلت له كذا ومانتك وباباك وكذا ودعيلة وكذا آه طبعاً نفس جده مين بابا؟ بابا ومساعد الوزير الداخلية آه طبعاً جليل البنداري الله؟ آه هداف البنداري طب خلاص وجده جليل البنداري طبعاً اسمه معروف جليل البنداري فإحنا عارفين المنطقة اللي هو جاي منها فزي سهلت عليك آه إيه اللي قلقت من إيه؟ يعني ولا شوية بشوية الموضوع بدأت تترتاح؟ لا هو جده يعني في الأول كان عاودي يسمع مني وهو طبعاً أكيد هو عنده النظرة في الناس مش محتاج إن هو يسمع مني كل حاجة بسهولها آه بعد كده بقى الموضوع بقى قريح كل شوية بتتكلمي أكتر كل ما بتستراها أكتر سوى في الأول كان طبعاً الموضوع يخض جداً آه بذلك أنا معرفش يعني جده ما كنتش عرفه قبل كده آه طبعاً وكل اللي حكولي عنه مخاوفيني طبعاً الموضوع كان بالنسبالي كاريسي أنا جاي وخايف ومرعوب مين اللي حكالك عنه وخوفك؟ ناس من الصحافة بس يعرفوه شخصياً بالسامع كده؟ آه وكل ناس بقى اللي حواليها صحابي اللي يعني بيشوفوه برده في نفس محدش عارفه شخصياً أو محدش عارفه في حياته الشخصية كلاهي كل وشايف شغل بسه فطبيعت الشغل بتاعته هو شوية مش يعني مش زي أي حد كتب صحفي في الرياضة مش حد مشهور عادي لما بيزعل زعل وحش بتعصب مرعب فطورة التليفون جاية غالية المشارفة الحاجات دي مفيش لا بوسي تطلقوا مثلاً في الروس يقولكوا يعني لا لا بالعكس بالعكس هو كريم بطريقة مرعبة ايه خليكت عياتي مرعب حاجة يعني أنا بطريقة مورا جبت فطورة الموبايل غالية جابي فطورة مفصلة وكتب لي عليها إيه لعزيزات سيماني أنا شفت فطورة سيماني روحت له مع عيات اه اه دعشان غالية اه هيكت كتير قوي فجاب هالي وكتب لي عليها كمة كيوت قوي روحت ببيساء روحت ببابة نقس وروحت مع العاطم مش حاول كده تاني اه يعني مش عقب ولا اي حاجة دائعة للشيك اه وإيه تاني بس هو خلي بالك بقى ما هو البني قدم الطيب ده تخافي منه ايوه لأنه جدا وبعدين هو بيسيبك مش تغلطي بس هو بيديكي حرية الاختيار فلما تغلطي الزعل بيبقى أكبر بكتير لأنه هو اه المفحوظة للمرة أنه زعل قوي اه لا مش فكرة حاجة انه هو زعل قوي بس هو لما بيزعل بيقعد ساكت فهو بيضيكي كده حاجة اسمه سايلن تريتنت اه بيقعد ساكت ودي بتموت أكتر من الزعيق يعني أكتر من الزعيق وأكتر من كده خلاص اللي بيزعق بيطلع وبيخص بس اللي تاني بقى هو بياخد كل حاجة كده ويقعد دائف دائف ناس لا موهبة عشانه موهبة موهبة ملكة مستتورص ما فيه يعني هو يتعلمه ونودكه ونديه يعني أنا عارفة ما هيك بتقول إنه الكتابة ما بتتعلمش إنه بيتعلم هو الحرفة اللي حوالين الكتابة إنها تكتب التالنت بتاع الكتابة ما بتتعلمش بس كان ممكن نعلمهم الحرفة وندخلهم بلاط صاحبة الجلالة من أوصى أبوك ما اشتغلت معي في التدريب في الفاجر باين على عملية التوضيب اللي قاوت لكن بس عايز أقولك حاجة هو كان يجب إنك انت تعزيلي عيلتك كاملة عن عملك لأنه ده مجتمع مفتوح ممكن تجد فيه ناس بالقطع محترمين جداً لكن مساحة النفاق عالية أيضاً ومساحة التناقض والمقالب كتيرة جداً يعني فعيلتي ما فضلتش إنها تشتعل معي لأنه كمان لأنه خلي بالك إنه الواحد لما يطلع معتمد على نفسه إنه دي الفضيلة الحقيقة إنه كل واحد يعتمد على نفسه أنا ما يبتو بقى زعلانة إنه أنا معرفش نفسنا إيه لأنه هي الحقيقة اللي اختارت تخصصاتها واختارت المدرسة وهم اختاروا يدرسوا إيه وما يدرسوش إيه وبالتالي كان عليك إن أنت تحترم هذا الاختيار الحاجة التانية إنه هذه العيلة بيتنغلق بسيط جداً حياته سهلة جداً مشاكله محدودة جداً لا أحد يدخل من الغرباء فيه يعني هذا البيت لا يشهد ما يسمى حفلات العلاقات العامة ولا يسمى عشاء عمل ولا غداع عمل وبالكتير يدخلوا أصحابي يعني ده 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 مسألة عامل كردون حمية ولا كردون كده حميهم؟ لا مش كردون هو حق الخصوصية في البيت وحق إنه إيه يستوعبوا الأمور بشكلها الواضح جداً بشكل إنساني وكان فيه مجموعة رولز موجودة هي مجموعة إنسانية سهلة جداً طبيعة إنسانية إنه كل ما يدخل في هذا البيت من فلوس هو بولة واحدة يعني أنا بشتغل ونهاية بتشتغل مثلاً ففي بولة واحدة وإنه تدير هذه الميزانية يناهد أنا سمع إنه مي وسلم بقى بيغيروا عاليك غيرة أكتر من مامي كمان يعني بيغيروا يعني من البنات اللي يغيروا على باباهم من الوسط وبرضو بابا في حتة وفي مكان وكده وحواليه نس فيه جلامرز كده لا يعني مثلاً ناهد تتردد كثيراً إنها ممكن تجي لي مفاجأة في المكتب لازم تقول لي إنها غاية ثانية تقول لها لا ده بابا فيه دمية سلمة يعني تتصل بالتليفون تعمل حاجة يعني إنما إنما الغير عديد ببن؟ سلمة شخصية يعني سلمة شخصية بابا بالزبط اللي هي إيه؟ بالورقة يعني كربونة شخصية بابا هي سلمة إنه مراتك واخدة من باباها إيه؟ ولا ماخدتش منه حاجة؟ لا ماخدة منه العقل المية عندها ممكن تكون اندفاعية شوية بس هي بتقدر توزن أمور كويس جداً أنا يعني كتير جداً ممكن نرجع لها في شغلة أقول لها على حاجات بتحصل اللي أنا نعملها صح ولا غالب طبعاً إيه رأيك أعمل كذا ولا نعمل كذا طبعاً برضو فكرة البيت المية هي هي اللي بتدير البيت والميزانية والتلام دي واخدة دي من ماما بقى آآ لا هي دي متعلمها كويس قويس مفيش مرة اطلبت من أستاذ عدل حمودة إنه نصيحة أو استشارة أو حاجة كده مزموك في حاجة محتاج رأي كبير يعني تتسمعوا منه أو كده؟ لا جده أول حد برجع له أول؟ آآ أي حاجة مثلاً اللي برجع له أقول له مثلاً نعمل لي تارماط الموبايل الكمبيونيكيشن بين الانترنت والتليفون مايو سلمة ربنا يخلي لكوا بابا طبعاً جده أنتوا يعني بتشوفوه قد إيه؟ بتحلموا بإيه؟ بتطلبوا منه إيه دلوقتي؟ بتقولوله إيه؟ بنشوفه قد إيه؟ بتهايلي دلوقتي أكتر من زمان بكتير طب حلو؟ يعني وبنحاول إن إحنا نشوفه كل مقضى يعني ممكن مثلاً نتكلمه يعني في مره مثلاً لقيت واقف عربية واقفة في زمالك فقمت نازلة تبتأمل إيه هنا؟ أو يعني ممكن الصبح يلا أنا هاجي أفطر معاك بس تالي العلاقة بقت أقرب كتير لأن خلاص بحكوم إن إحنا كبرنا وفي حاجة ممكن نتكلم عليها ما كانش زمان صحابكو يبقوا عايزين يشوفوه أو يقابلوه فتجبوهم يقابلوه لقاية النهاردة وهو يوافق عادي لا زمان صحابنا موجودين يعني هو موجود في حياة صحابنا عادي أه يعني بس أنا لغاية النهاردة مثلاً إحنا بنحب أبو بقي قوي طب يشوفي أي معاد وإحنا عايزين نيجي نشوفه هو شخصية جزابة للناس اللي تعرفوه يعني يحبوا يعودوا معاه ويحبوا عشان هو عاد الحمود عشان بيحبوا يعودوا يسمعوه بيتكلم ما عرفش إيه بصي هو شخصية جزابة أكيد لأنه هو كمان أول ما بتعرفيه بتحسي أنه هو بني قدم تاني وهو فيه زي تاني للشخصية وفجأة بتلاقي أنه هو بيتعرف تكلم معايا بتعرف تخذي وتبذي معايا فيه حوار مش بس اللي هي الصورة اللي هي ممكن تبقى شوية مرعبة على الشاشة أو الرأي اللي هو صارم جداً جداً أو رأي صارم جداً اللي هو الترخيرك هو مش بس هي عشان هي من كترم هي صارمة بس فبيلاقوني فيه أبعاد تانية فيه لفل يعني ممكن تتكلمي ومي كلمة تقولها البابا لا بابي أنا بالنسبة لي يعني كل حاجة لأنا بالنسبة لي بتعمل مع بابي إن أنا يوسف مش مي يعني أحب دايما أنا بقاعدة أنت هتقاعده هو لأ عادي أنا فيه بتغير من يوسف دلوقتي بتغير من يوسف دلوقتي أنا القصم أنت سلمت علي يوسف وسلمتش علينا أيوة دا العادي أيوة مرة كنا مستفرين ويوسف كان معي وهنا رحنا رحنا له فأنا ومامي وسلم وقفين ويوسف أخر حاجة كهو عادي متعدي كده من شوكيش هم شايتنا خالص خالص لسه بباصس على يوسف خالص هم شايتنا خالص ربنا يخليك ليهم يا أستاذ عادل ويخليهم ليك وتفرح بيهم دايما ويعني مبسوطة بوجودهم معاك كده وهما حاك فخور بيهم جداً الحقيقة لأنك أنت يعني قدرت ناهد إنها تخلق شخصيات محافظة ومتطورة دي معادلة صعبة جداً شخصيات مستقيمة وفي نفس الوقت متفتحة ودي معادلة أعتقد منها صعبة جداً في الزمن دايما طب بني خليكوا البعض ترجمة نانسي قنقر